موسيقى 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 تحدث عن المؤشرات الأسهم الأمريكية والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية بالأمس إلى أي مدى سوف تستمر هناك العديد من التوقعات فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأمريكي جاء على رأسها التوقعات طبعا خلال الربع الثاني تصل إلى 11% قد تم رفعها من 10% أما خلال 2021 بشكل عام ربما تتجاوز 6.8% ما هي التوجهات أسواق وولستريت خلال تداولات اليوم بعد هذه المستويات قياسية الجديدة نلاحظ حالة من التفاؤل الكبير في الأسواق المالية الأمريكية مصدرها توقعات أن يتم إقرار حزمة تحفيزية أمريكية قد تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار وهي الحزمة التي طلبها الرئيس جو بايدون وتشير توقعات جولمان ساكس إلى أنه سوف يتم الموافقة على 1.5 تريليون دولار من هذه الخطة لكن نلاحظ بأن جولمان ساكس قد رفع توقعاته من الموافقة على 1.1 تريليون إلى 1.5 تريليون دولار وهذا ما أشعل أيضا حالة من الثقة في الأسواق المالية دفعت في مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع ونلاحظ وصول مؤشر ستاندردس أنبور وتداوله فوق مشتوى 3.900 نقطة احتمالات استمرار الاتجاهات الصاعدة متاحة بالفعل حيث أن هناك إشارات وملامح تدل على أن الحكومة الأمريكية ربما تكون بصدد إقرار حزمة تحفيزية بالفعل قد تزيد مقدارها عن توقعات جولمان ساكس عند 1.5 تريليون دولار وتحديدا بحسب ما أشرت له بعض الوكالات بأن هناك ضمن هذه الحزمة التحفيزية جزء مخصص للنقل ومنه أيضا لقطاع الطيران وتدعيم الموظفين في قطاع الطيران هذا كله يكسب الأسواق المالية حالة من التفاؤل خصوصا كما تفضلت وأشرت إلى توقعات جولمان ساكس لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 6.8% وهذه التوقعات الجديدة هي أعلى من التوقعات السابقة بنسبة 0.2% وهذا التحديث للتوقعات كله مبني على آمال الحزمة التحفيزية الأمريكية إلى جانب استمرار الفدرالي الأمريكي في التحفيز وهذا ما قد يدعم أكثر الثقة في الأسواق المالية دافعا مؤشرات الأسهم بالفعل إلى مزيد من الارتفاع إن كان على مدى تداولات هذا الأسبوع أو أيضا خلال الفترة المقبلة ما لم نلاحظ أن تكون الخطة التحفيزية قد تأخرت أكثر أو أن تكون أقل من 1.5 تريليون دولار أمريكي فاحتمالات الارتفاع سوف تكون رهن في هذه الخطة التحفيزية التي طال انتظاره حتى الآن يعني ساركيس منذ الإعلان عن المؤشرات الوظائف الأمريكية كانت مخيبة للأمال كان هناك انخفاض في الدولار الجلسة الثالثة على التوالي ينخفض إلى أدنى مستوياته تقريبا في أسبوع ما هو الأسباب الأخرى وراء انخفاض الدولار وأيضا مدى ارتباطه بالتسعير السندات الأمريكية نعم بالفعل انخفض الدولار الأمريكي ويتداول هذا اليوم بانخفاض الجلسة الثالثة على التوالي وجاء هذا الانخفاض مع تزايد احتمالية اقرار الحزمة التحفيزية الأمريكية فبيانات الوظائف أشارت إلى أن هناك استمرارية في التعافي لكن الاقتصاد بالفعل بحاجة للتحفيز إما عن علاقة الدولار الأمريكي بالسندات فيعتقد الكثيرون بأن العلاقة بين الدولار الأمريكي وعوائد السندات هي بمعامل ارتباط إيجابي لكن لننظر إلى عوائد السندات الأمريكية منذ شهر ثلاثة عام 2020 عوائد السندات بعدما لمست الأدنى تاريخيا كسندات أمد استحقاق 10 سنوات في مستويات السالب عادت للارتفاع فارتفاع عوائد السندات رافقه في نفس الفترة انخفاض في الدولار الأمريكي ارتفاع عوائد السندات ربما يؤثر على زيادة طلب الدولار على المدى القصير لكن اقتصادياً هناك معامل ارتباط عكسي على المدى الطويل بين تسعير العملة وكذلك عوائد السندات بالنسبة للارتفاع الكبير الذي حصل في عوائد السندات مؤخراً وأوصل عوائد السندات أمد استحقاق 10 سنوات إلى 1.2% يوم أمس فهذا الارتفاع حفز قليلاً من الشراء في وقت سابق للدولار الأمريكي لاستغلال هذا الارتفاع في عوائد السندات لكن بشكل عام وعلى المدى الأبعد قليلاً ربما سوف يعود معامل الارتباط عكسي كالمعامل الارتباط المتعرف عليه اقتصادياً بين العوائد وأسعار الصرف مما قد يبقي على احتمالية المزيد من الانخفاض في الدولار الأمريكي أما عن الأسباب الأخرى التي تحفز الانخفاض في الدولار بداية مع الثقة في الأسواق التي تدفع المتداولين للبحث عن استثمارات في عوائد مرتفعة غير النقدية وأيضاً هناك موضوع التضخم الذي يسبب قلق تجاه القدرة الشرائية للدولار مما يجبر المتداولين والعديد من الجهات للبحث عن أصول أخرى تحمي من انخفاض القدرة الشرائية للنقد وأخيراً أضيف سياسات الفدرالي الأمريكي وكذلك الحكومة الأمريكية التي قد تبقي على الاتجاهات الهابطة الإجمالية بالنسبة للدولار مقابل سلة العملات يعني بلا شك ربما يستمر يعني ضعف الدولار على تأثير العديد من المؤشرات العالمية كما ذكرت السندات الغزينة والذهب وغيرها سيد ساركيس شوبريان وأنت محمد الأسواق العالمية في إيكوتي جروب شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً جزيلاً اشتركوا في القناة